موسيقى ازايكم مشابه الابور طبعا انا عارف ان فيه مشكلة في الستوري وان انت عندك 12 chapters والمفروض ان انت مش هتجي لانت الامتحان تقعد تذاكر 12 chapters وتقعد تقرأهم من التال لانما انت اقصى حاجة هتعملها انك تقعد تفتكر اللي اتحكى لك من المدرس لكن انت تبدأ تبص على كل chapter اللي واحده دي الموضوع على الوقت واستنزافه وعشان كده انا عملتلك حاجة اسمها story in points رقم واحد هتلاقي الشخصيات الرئاسية اللي موجودة في الستوري رقم اثنين هتلاقي الـ main events الى حداث الرئاسية الـ main events دي كده صفقة زوانانا كده موجود فيها في بدايات الستوري بيكون في ايه في المنتصف بيكون في ايه وفي النهاية حصل ايه بعد كده هشرح لك كل chapter في points كده في نقاط صغيرة تقدر تعتمد على الجزء ده بشكل جميل جدا 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 تقدر تبص عليه المفروض ان كل chapter متجمع في صفقة سيادتك تقدر تروح لأي سنتر وتلاقي ان شاء الله بإذن الله الورقة بتاعتي بـ story وأنا طبعا هبلغكم في الـ groups عبل ما تتحرك عشان سيادتك تروح تلاقي كل حاجة ممولة تعال يلا عرفك ازاي جدا اللي راجع الـ story في وقت قياسي جدا عشان خاطر سيادتك اوفر عليك وقت وأعرفك ازاي نتعامل مع الورقة اللي سنتك تروح رقم واحد زي ما انت شايف دي story and points ومش هتلاقي واحد عامل ازاي هاتناصر ثقة في الله ولا حتى كتاب خارجي ولا مدرس نعم نوسط في ناس ما علينا من التكبر اللي انا عايشه ده بص يا سيد اول حاجة الـ main characters الشخصيات الرئيسية بتاعتك رقم واحد طبعا هتلاقي البطل بتاعنا الجميل اللي اسمه بيب وطبعا بيب بدأ الـ story وهو كان هو الهيرو بتاعنا رقم واحد هو كان أورفن كان يتيم ما عندوش يعني ما عندوش لو اخته بس كلهم ماتوا بعد كده لازم نعرف ان هو الـ narrator او هو الراوي بتاع الـ story هو اللي بيحكي لنا الاحداثة بعد بيب هنلاقي صاحبه جو غارجري جو غارجري ده شغال بلاك اسمه حداد وفي نفس الوقت هو بيب's friend هو صديق بيب في خلال الـ story وليهم كده مواقف عظيمة مع بعضه حاجة ايه حاجة جميلة ما شاء الله طيب بعد ما نلاقي جو غارجري نلاقي زوجته هي زوجة جو وفي نفس الوقت هي بيب's sister اخت بيب وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت كانت دايما الغضيبة وتقدر تهزأ وتشتم في بيب ووليتها زي الفوت كانت من وصفاتها ان هي tall within مش عارف لو كانت قوية شوية هتحتمل فينا ايه ما علينا المهم هتلاقي بعد كده عندك ماجويتش المسجون طبعا المسجون يعني convictو ما ننساش ان هو المتبرع السل بتاع بيب واكتر حاجة نقدر نفكرها به هي lign irons العصفاد لما قبل بيب طبعا لق 의 لبس lign irons العصفات الكلي طيب dictو دايما الشخصيات الرئيسية وطبعا ما ننساش style الجميلة بتاعتهم style وي situزء's a tomato term term من قبل مسها بشم وفي نفس الوقت كانت beautiful جميلة نزيزة وفي نفس الوقت كانت proud وتسبرة و cruel قاسين بعد كده هتلاقي عندك مسهب شم طبعا نعرف ايه عن مسهب شم كانت قولد كبيره في السن ريتش غنية وف نفس الوقت ستورينج غريبة جدا وانه وان محدش يعرفها وادوب تدستلها وتبنت البنوتة دي وطبعا انت كلكم عارفين نيه عشان تنتهم الرجال مش عارش ليه بس يلا هنعرف بعدين طيب تتقسم الستوري بتاعتك المين افنت بتاعت الستوري بتاعتك لتلات اقسام البداية والمتصف والنهاية وطبعا ان عملت دي ستتك تعالي نتفرض في البداية خالص فتلاقي بيب بيفيند ماجويتش بيفيند ماجويتش بيب في البداية خالص بيروح ويدور ويلاقي واحد اسم ماجويتش في المقابل وفي الوقت ده وهو كان بيزور طبعا هس بيرنس ولديه في الجريفيارد بيب بعدها بيجوست ومسهب شم يروح لبيت مسهب شم وهناك يعابل البنوتة اللي اسمها السلم دي البداية بتتكلم عن كده تعالي نشوف في منتصف الستوري بيحصل فيه ومنتصف الستوري بيب بيصبح متدرب عشان يبقى بلاك سمس الشاطر وبعد كده بيموف تو لندن بيسافر لندن ويصبح ريتش غني وده طبعا بسبب السيكريت بنفاكتور المتبرع السر بتاعه بعدها بشوية بيقابل هيربيرت ولد اسم هيربيرت وبيصبحوا هما الاتنين أصدقاء بعدها على طول يسمع وفاة أخته ميسيس جو اللي هي ميسيس جو جورجري خلي بلا تقالك ميسيس جو هي أخته ميسيس جورجري هي أخته ميسيس جو جورجري هي أخته عشان بس ما يتطابطش أخته بتموت وماكويتش بيبدأ يظهر في حياته ويعرفه إن هو السيكريت بنفاكتور بتاعه المتبرع السر بتاعه في النهايات بيحصل إيه؟ في النهايات ماكويتش وبيب بيحاولوا هما الاتنين يهربوا من لندن وفي نفس الوقت بيب في الوقت ده بيبدأ يكتشف الماضي بتاع السلة ويعرف مين والده بيب بيرجع تاني لجوز هاوس لبيت جو ويكتشف إن بدي اللي كانت بتعلم بيب القراءة والكتابة اتجوزت جو وطبعا ما ننساش إن فيها بلاها إن في نيران كامت في بيت ميس هافشون طبعا أنا هتلاقيني مركبلك الأحداث في المنظمة أو في الورقة اللي انت هتستليمها مش متلغبطة بالشكل ده بعد كده في الآخر خالص هنعرف إن ماكويتش دايز بيموت وبعد كده بيب واستله في الآخر بيصبحوا أصدقاء بعد كل المدعاكة اللي حصلت دي خيبوا أصحار نيجي بقى لكل التشابتر خلي بالك أنا لسه رغبات دلوقتي إحنا بدأ ناش في التشابترز اللي واحدها كل جزء واحد إحنا هنبدأ دلوقتي في كل التشابتر اللي واحدة يبقى أنت كده ركز كده معنا تشابتر ون سريعا إن بوينز تشابتر ون يا سي دي أول ما بدأ بدأ بالمورشز في المستنقعات بيب أول ما بدأ طبعا زي ما أنت عارف إن هو كان أورفن وما كانش يسمه بيب كان يسمه فليب برب بس عشان كان الاسم ده صعب فبدأ أن نسميه بيب لسه أنا هقول فليب برب ده شغلانة ده المهم بدأ الموضوع بتاعه بيب كان بيبكي وطبعا علشان هو كان أورفن يتيم ما كانش عنده ولا أب ولا أم ولا أي حاجة خلص غير أخته اللي عم بلد تمرمط فيه النهار كله طيب في اليوم ده كان المفروض فيه ليلة الكراسماس وبيب كان بيلاف ويز ميسس جو كان بيعيش مع ميسس جو وجو في الوقت ده راح المقابر عشان يزور والده وهي سودا كونفكت أول ما راح هناك وبدأ الليل يلايل كده شاف المسجون نعرف يعني المسجون نعرف عن المسجون إن هو كان بيرتدي ملابس قديمة وفي نفس الوقت كان فيه يعني الأصفات بتاعته الليلة طبعا هو عين صغير بدأ يخافه بتاع الرجل المسجون بسكه كده ويقال له bring me حاكتين file and some food هاتلي file اللي ببرد عشان يفك الأصفات دي اللي معاه الليلة اللي مش عارفة تحرك بسببها وهاتلي طبعا عشان ببك ولد صغير وخايف وعد إن هو يعمل كده طيب روح البيت جاري وأنت هفي كان مبسوط يعني واحد شاف مسجون روح البيت أكيد مبسوط بس مين بقى تبوز الدنيا ميسيس جو ميسيس جو أول ما شفته she was angry كانت متضايقة منه وبدأت تهزق فيه وبدأت تعمل الشغل بتاعها لغاية لما جاء الوقت اللي ينام فيه بيب وسمعوا a loud noise دوشة وعرفوا من الدوشة دي إن فيه طبعا هزاكي لك كل points كده عشان سيابتك ما تحتاجش الحاجة طيب يعني المهم بيب is helping the convict دلوقتي بيب يقرر إزاي يساعد ال convict ويروح يروح يدخل ال kitchen عشان يجيب الفوت ويروح يدخل ال work room اللي هي الورشة بتاع الجو عشان يجيب الفايل طيب ويجري على ال convict يروح يددي لل convict الفايل والفوت بعد ما ادده له الفايل والفوت وهو رجع ال convict دلوقتي بي remove the leg irons ال convict بدأ يشيل leg irons الاصفال روح البيت وده كان وقت ال christmas dinner اللي المفروض ميسس جو عزم كل الناس فيه ميسس جو انفيت افريون عزمت كل الناس عشان خاطر christmas وكاك ما حضرها ميت باي في طورة لحمة كده جميلة جبها لهم مع مهم اسمه ميستر بحملت شوك ركز في الاسم ده عشان مش هتسمعه كدير بحملت شوك المهم يا سيدي خلاص she was going to find out راح تجيب الميت باي وكان تقربت تكتشف كل حاجه الى ام اول ما راح تصرخ بقى فين هيا الميت باي يلاقى الجنود soldiers came الجنود جميلة وكان معهم handcuffs كانت عندك اتنين اصوات بتاعت الرجلين leg irons بتاعت اليدين اسمها handcuffs وكان معهم handcuffs وطبعا black smith اللي هو جو صلح لهم وبدأ هم الاثنين يستعدوا يعملوا ايه تعال نشوف كده انت سيدي خلصت اول chapter تعال ندخل على chapter 2 chapter 2 بدأ البيب وال soldiers وعملنا جو يروحوا المارشيز المستنقهات وطبعا عشان يدوروا على المساجين طيب اول ما وصلوا هناك لقوا 2 من لقوا اتنين رجال ان مغض مغطيين بطين وعملين يتخنوا مع بعض طبعا اول ما شافني المسجون بيب يحكي طبعا اول ما شافني المسجون he gave me a strange look i would never forget الدنيا النظر وعريبة كده عمري منسه وطبعا هو بيعمل كده عشان يقول اللي هو ايه انت اولتلوهم على مكان يا بيب طبعا بيب ما كانش بيده حاجة يعملها الا كان عمال يعمل I shake my head انا عمال اعمل كده عشان اعرفوا اني مشانة اللي قلتلوهم على مكانها طبعا ما قادرتش اعمل حاجة كده بايعرفوا ان انا اللي سرعت الفايل والفودو وجو يزعل مني وحقوق المهم بعد ما خلصوا الليلة دي الكونفكت خلاص اتاخد او خدوا الكونفكت على السفينة السوداء اللي فيها سجن يحفظ لي اسم ده طيب وبعد كده يا سيدي تعال انشوف عدت سنة I worked everyday بدأت اشتغل كل يوم بان انا ساعد الجران كده بحاجة بسيطة وبعدين رحت للقرية بتاعت المدرسة بدأت ان انا اتعلم كده كنت بروح The evening في المساء عشان ابقى انسان متعلم المهم كان المفروض اللي بتعلمني old lady واحدة بستة كبيرة وطبعا ما احنا عارفين ان الناس الكبيرة بتنام على نفسها حتى في الحصة يلا معلم طبعا بهزر الان كلم ده مش عايق المهم السيدة العجوزة دي او الكبيرة الحصيني دي كانت دايما بتنام على نفسها وهي بتشرح ولكن عشان كده كانت بتقوم مقام ها حفيدتها اللي هي في دي بتعلم بابتو ريد اندرويت يعني لما نعرف كده بدي هي اللي بتعلم بابتو ريد اندرويت طيب تعال نشوف ايه اللي بيحصل بعدها في يوم من الايام سمعنا عن خبر يسمى ميس هافشم وانتسبب ميس هافشم وانتسبب ميس هافشم عازفب ايه اللي يحصل يا سيدي ميسس جو بتقول ان باب هي مست جو لازم يروح عن دي ميس هافشم لانه هيروح هناك وإلا هايول مكهم وورك انا هخليه يشتغل ومرمطه مين هي دي اخته اختها ميس هافشم بتقول كده ايوالله يعني عمليه طيب الظروف المهم مين هي ميسس جو دي مين هي قصدي مين هي ميس هافشم بص سيدي ميس هافشم سيدة ريتش غنية غير معروفة مابتسبش ريدها ابدا وعشان كده هي عن نوم غير معروفة طيب بجأ بقالها طب جو قاعد في الحوار ده وقال لها استني هين بما ان هي مش معروفة ازاي هي عايزة بيب يشتغل معها عرفت ازاي هي بيب؟ قالت له لا يا سيد باملتشوك اللي هو جوز انكل اللي هو عم انكل هوا هناك سألته هي تعرف باملتشوك وسألته ويف هي نوزابوت لو هو يعرف ولد يجي يلعب مع بانوتل بانوتل اسمها استيلا المهم بنيجي بقى ميسس جو بتقول الولد لو راح هناك هي ويل ميك افورتشن هي عم بتتلوك المرأة السيكتة غنية ومعها فلوس بتاعه لازم يروح من اللي بيتكلم ميسس جو اول ما تفصل كده يوقف كده الفيديو وافتكر الشخصيات عشان ما تضعش مني طيب تعال نشوف اللي بعد يروح هناك عند مسحف شيمس هاوس في مسحف شيمس هاوس اول ما يوصل للبيت هناك لأولاد اول ما يوصل عند البوابة المفروض ان راي عند البوابة للوقتي بيب وعمه اللي هو باملتشوك السلة تفتح لهم الباب واتدخل بيب البيت واما تقفل الباب في وش باملتشوك ما هي ما عندهاش دم المهم ادبا جيت بيبدا يوصف بقى بيقول ادبا جيت في البوابة لديت بانوتة جميلة متكبرة يونج صويرة بعد كده خلاص بقى يبقى وصف البنت بقى يدخل في اللي بعد هيقعد يوصف في البنت اليوم كله المهم دخل الجاردين بدأ يوصف في الجاردين المكان هناك مش مترتب الجاردين مش مترتب ده حتى الهاوس لوكس انيوزد بان عليه كده انيوزد مش مستخدم اغلب اللبان اللي موجودة هناك كلوزد اللبان متعفلة كل حاجة هناك مظلمة لدرجة ان احنا لاتفوزا كانت لدرجة ان احنا طلقنا نسلم بشامعة كل حاجة مظلمة ايه البيت الكئيب ده المهم دخلنا البيت واستيلا الصغرنانا سبتني على الباب كده عند ميس هبشن ودخلت عند ميس هبشن بدأت ان انا شوف بقى بيقول دخلت هناك المكان او الدرسنج روم حجرة الملابس بتاعتها كانت مضاعف كاندلز بشموة وفي نفس الوقت حتى الكيرتلز الستائر بتاعت المكان كانت كلوزد مفيش اي ضوء للشمس داخل المكان كل المكان مظلم طبعا هو بيوصف لك في الدرسنج روم بتاعتها تعالا نشوف بعد كده ايه اللي بيحصل طيب بيبدأ يوصف لك ميس هبشن ميس هبشن بيقول عليها she is the strangest lady i've ever seen هي اغرب سيدة رسوفتها تعالا نشوف لها عشان اللي بيقول لك what do you think باب يعتقد ان ميس هبشن هي the strangest lady اغرب سيدة تعالا نشوف اول حاجة اول ما دخل لها ان وايت ادريس لابسة فستان ابيض كده جميل وبعد كده الفستان الابيض ده became yellow اتحول لون اصفل عفن يعني باز اتحول لون اصفل بعد كده long white veil كانت لابسة طرحة بيضة طويلة وكانت شعراها white white hair وفي نفس الوقت بيتحطت flower بس الفلاور دي دد ميتة كل حاجة في المكان old قديمة sad حزينة كل حاجة في المكان غريبة لدرجة ان هي قاعدت تتكلم معها شوية وقالت له do you know what i have here ها انت عارف انا عندي ايه هنا يا بيب ما هو عيل صغير عندك ايه عندك قلب عندك ايه هنا يعني قال لها heart عندك قلب ايه المشكلة قالت له a broken heart قلب مكسوب مجروحة يعني المهم ده كده اللي حصل اللي غايت هنا تعالا نشوف ايه اللي حصل بعدها جيجي الوقت اللي بد يبدأ يلعب فيه مع استيلا دوالي وظيفة على فكرة يعني هي مسهابش معازها بب عشان هيه يلعب مع استيلا دي الوظيفة يبدأ الوظيفة بتاعها بقى المهم مسهابش ان تبدأ تقوله يالله بقى بدأوا الحواء المهم اول ما جات استيلا ما ألعب مع مين ده مين ده اللي ألعب مع ده بيب ده طبعا احنا عارفين يعني الموضوع التكبر ما بين الناس المهم مين ده؟ مين ده اللي ألعب معها؟ المهم بدأت تقول أول ما قلت لها كده مسحبش مقربة من مستلة وقلت لها تقدر تكسري قلبه طبعا مستلة ببعن فيها كسر قلوب مفيش مشكلة يلا بينا انه مرمط الولد ايدة مرمط ايتي أول ما بدأت تبصي على الولد كده فتبص له كده تقول له what dirty hands ايه لي ديني القذرة اللي عندك ايه ده؟ بعد شوية تسكت على كده ياريت ايه المهم؟ بصت على يعني البوت الشوز اللي هي لابسه البوت اللي هو لابسه what ugly boots ايه البوت القذر اللي انت لابسه ده؟ ايه ده؟ طبعا في الوقت ده يعني هو الودي يعني النهار جري على مسها بشي فقاليت له what's your opinion ايه رؤيك يا بيب في استيلا قال لها very proud very pretty جميلة جدا very proud متكبرة جدا very rude وقحة جدا ده رأيي طبعا هو قال كده وعايز يروح بقى خلاص بزهئ من المعامطة اللي انا فيه وطلب منها بالفعل يروح طيب المهم روحت البيت روحت البيت بعد ما روحت البيت طبعا روحت البيت بتقلم من اللي حصل معادي من المرطة دي بدأت ان انا اكون ashamed of my simple life انا بقيت يعني مكسوف من حياتي البسيطة دي بعد ما اللي عملته فيي استيلا ده جو بدأ ينصحني طبعا كانوا مستنيين يتكلم جو شافوا كده بدأ بعد ما قاله طبعا ببقى حكى لجو وقال له قالت له كذا وكذا واتمرمط يا خال والله المهم قالت له ايه جو بقى قال له be happy with your position خليك مبسوط في حياتك وهنا رسالتك يا سيب وهنا رسالتك خليك مبسوط بمكانتك في الحياة غني فقية متوسط خليك دايما مبسوط دايما السر في الرضا محن مكاني في مكانتك في الحياة والله يا ابني ممكن يكون غني وممكن يكون تعيسه وممكن يكون فقير وممكن يكون سعيد فلا علاقة ما لهاش علاقة بين position او المكانة قدم مليها علاقة بالرضا ومن هنا تيجي السعادة مكان ملي طيب نيجي بعد كده نيجي اليوم بتاعنا يحصل حاجة غريبة ايه هو بقى في يوم من الايام جو او في يوم من الايام جو كان موجود في الفندوق بتاع القرية وكان موجود was a strange man مع رجل غريب طيب الرجل غريب ده بدأ يبص البيب بشكل غريب وبصيت لقيت الرجل غريب ده بيحكي بي يقول بصيت لقيت الرجل غريب ده بيقلب الفنجان بتاعه بجو اس file بالفايل بتاع جو اللي حدث نرحظ ان جو ما اخدش باله وطبعا ده معناه بم انه هو بيقلب بنفس الفايل اللي انا دفن المسجون يبقى هو ليه علاقة بالمسجون يبقى لغا دلوقت بيبقى بالواحد ليه علاقة بالمسجون كده خلص اللي تشابتر اللي بعد تعال نشوف اللي بعد منه ده كده شابتر 2 علاق تعال نشوف شابتر 3 شابتر 3 بيقول انا ادركت خلاص ان الرجل اللي موجود ده ليه علاقة بالكمبوت الرجل اللي موجود دلوقتي مع مينا جو ليه علاقة بالكمبوت فعشان كده I wanted to take Joe away انا فكرت ان انا اخد جو وبب وغرب الرجل دلوقتي بصوا اداني نيو كوين اداني عملة معدنية ملفوفة في بعض الورق وقال لي بعد كده انا حسيت ان انا خائف بس بعد كده بعد وامشين افتكرت ان حتى الورق اللي ملفوف في الكوين اكتشفت انه هو بهاوند يعني جنيه يعني فلوس كمان فقرروا هما الاتنين يرجعوا الفلوس تاني للراجل ده بعد ما مشوا ولكن so late خلاص الموضوع كانت اخر ورجعوا ملقوش الراجل طيب تعالى نشوف ايه اللي يحصل بعدها الزيارة اللي بعدها لمسهابش راح المكان ودخل المرة دي غلومي روم قوضة كائبة بعد كده راح هناك لقى اقارب مسهابش من موجودين سارا وجورجيانا جورجيانا جورجيانا مش مش هي مش هي مش هي فلا شاشت المهم سارا جورجيانا كاميليا رايماند لا اقاربها هناك والمفروض ان اللي فتحت له الباب هي ستلا اول ما فتحت له الباب ستلا اقلت له هل انا جميلة وساقيت له فلا ما بتيبكيش لي اخر مرة اولاك بعد المرمطة اللي هي عملتها عملتها باعها اديت له فوت اكل بس ادلت الاكل رميته له كده على الارض في الوقت اللي هي حطت له الاكل على الارض عيت يعاني فالمرة دي اول ما ساعت له معانا بريتي قال لها ايوة طبعا انت جاملة جدا قلت له ما بتعيتش ليه ببيني هي شافيته بيعيط اخر مرة قال لها لا خلاص ببيني مش هاب كتاني خلاص طيب الواتح قال له خلاص مماش يحس نيجي بقى للجزء اللي بعدي منه سري طبعا المرة اللي فاتت كنا بنوصف الدرسينج روم تعال مرة بنوصف الدينج روم قلت دخلت الدينج روم الحجرة بتاعت العكل بتاعتها بتاعت مسهرش لقيت ايه لقيت لونجو تايبل طرابيزة كبيرة مالها اللونجو تايبل عليها تايبل كلاس مفرش مالها كمان عليها بليتس اطباق طيب الترابيزة اللي موجودة هناك مغطاة بشباك العماكن نيجي بعدي منه بيقول لي السبايدرز والميسي الفقران والسبايدرز موجودة في كل مكان وبسيط لقيت الكيك بتاعت حفل الزفاف بايضة مع الفنة مالفوف عليها كل حاجة تعال كده ده رقم تعال نشوف رقم اربعة في رقم اربعة بيقول انا دلوقت مروح البيت خلاص خلصت الليلة بتاعته مروح كل مره كان بتطلعه استيلا ولكن خلاص هو حفظ الطريق فهو مش الواحدة ولقى لنفسه الواحدة في الحديثة بس لقى نفسه ولد تاني جايله الولد ده كان البشرة بتاعته كان وكان في نفس العمر في نفس الوقت كان عنده وماتشته كان اطول منه الولد ده سأله قال له مين جابك قال له استيلا اسكد استيلا اسكد قالت لك تعالى بدأوا هم اتنين قال له طب كمان فاتمي تعالى ونتخنعنا وانسا بيب والولد التاني ده بدأوا يضربوه هنا هم الاتنين في بعض الولد اللي هو بيب راح جير على الولد ده راح ضربوه الولد ده يروح واقع بعد ما الولد ده يروح واقع يجري عليه مرة تانية ويضربوه المرة التانية هي خد كادمت يعني طيب الولد يضربوه لا خلاص على كده الولد راح نزل على الوقت بيته وكده وقال له يوهافون انت فوزت خلاص طبعا بيب راح خناءه هو مش عارف هو فاز فين ولد هزم فين بس هو فاز الولد قال له يوهاف بيب صعب عليه طب ممكن اساعدك طيب مفيش الولد جد ومن ساعتها تقررت الزيارات وما شفتش الولد ده افتك الوقت ده عشان هنعبدوه طيب المهم ده كده فور نيجل فايل في يوم من العيام مس هفشن بتسأل بيب بتقول له نفسك تكون ايه؟ قال له I'm going to become Joe's apprentice انا هكون المتدرب بتاع جو وهصبح متدرب كده وهصبح Black Smith قددني قالت له جميل Tell Joe to come راح نادى جو ومس هفشن gave him قدت لجو شوية فلوس كده حلوين في مقابل ان هو يعلم بيب ان هو يبقى Black Smith شاطره وطبعا ما يقدرش خلاص بيب يزول مث هفشن عشان خاطر الامر بقى بيد البوس بتاعه اللي هو جو خلاص ما هو دلوقت هيبه متدرب عنده ستة ستة بقى يا ولاد بيقول فترة التدريب بتاعتي ك Black Smith بدأت انا خلاص حتى بعد ما بيت بلاك سميس وكبرت وكل حاجا بس انا تشانجت تغيرت خلاص مش عايزة اكون بلاك سميس مرة تانى وبعدت اكون أشام دا اكتر يعني بعد ما بيت بلاك سميس بدأت ان انا حسي بالكسوف من حياتي دي كسوف من ايه سيمبل لايف ايه بسيطة فقيرة زهقت منها بعد كده برضو My family حتى انا بدأت اتكسف من العيلة اللي انا عايش فيه وما هم التانيين فقر زيه وبعد كده كل دا كان بسبب مين؟ كان بسبب وجه البومة هازح ستلا طيب لغاية لما في يومنا الايام ببقى عايز يزول مسهابشي راح رايح لجو وقال له يا جو انا عايز ازول مسهابشي عايز هوليدي كده عايز اجازه صغيرة راح ازول فيها مسهابشي بقى الكتير ما شوفتها اش طبعا هو نفسه يشوف ستلا بس المهمة عايز يزول مسهابشي راح عمل كده حصل ما بين طبعا جو كان شغال معه اثنين كان شغال معه بيب وكان شغال معه ولد اسم أولك اول أولك ما سمع ان بيب عايز اجازه قال لك لا ما ياخدش اجازه تظهر ميسيس جو لا ده هو بيروح عند واحدة غنية وحي يعمل لا ويحصل جدال ما بين أولك الولد اللي شغال مع جو وميسيس جو انهم الاثنين وده عايز بيب يروح وده مش عايزه لغاية لما جو وقف النقاش وهذا الجدال وقال لهم بيب يروح يزول مسهابش ويروح يزول مسهابش تعال نشوف ها يعملين طيب يا سيدي كده يخلص عندك الشابتر ثري ندخل على الشابتر فور الشابتر فور الولد راح الزيارة بتاعته المسهابش ولكن للأسف ستلا ما كانتش هناك ودي حاجة تزعل طبقه مين اللي كان هناك بيقول لي سارا اوبن دا دو سارا اللي فتحت لك مين سارا مين مين هيا واحدة من اقارب اسمها سارا توكت راح هناك اللي فتحت الباب سارا توكت واحدة من اقارب مسهابشن اول ما شافته مسهابشن متضيع اللي جابك تاني انت ما خلاص من هديتك كل حاجة بقى ودفعتلك فلوس خلاص بقى ما تصبعنيش راح المهمة مسهابشن كانت متضيع وقالت له you legit nothing خلاص انا مش هديك حاجة تانية قال لها لا 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 انا مجيتش عشان عايز حاجة I came to thank you انا جاي بس اقول لك شكرا قالت له خلاص وانك انت جاي تقول لي شكرا come once a year تعالى مرة واحدة ليه زورني في السماء on your birthday في عيد الملاد بتاعك طبعا مسهابشن بصت ثانين الولد وقالت له اه يقول لكم بتدور على استيلا ها صح طبعا هو عائل صغير يعني مش عارف يقول ايه فبتقول له you feel like you lost her وحشتك ها وحشتك قالت له لا لا خلاص خلاص استيلا went for education راح تتعلم خلاص ويسون قريب she will become a lady هتصبح lady سيدة طبعا هي البنت عندهم لما بتكبر كده وتتعلم بتبقى lady الولد لما بيكبر كده وتتعلم يبقى حاجة جميلة كده بيبقى gentle man وقبلكم كده ان شاء الله المهم هتبقى lady خلاص بعد كده روح يعني هيعمل ايه mission وهو ماشي في الطريق خلص بيقول ان زواي قيمت ووبسل في الطريق ايه انا شوف تحدي اسمه ووبسل ووبسل ده يا اولاد كان واحد من المعزيم اللي عزمته ميسيس جو ميسيس جو في يوم اليوم عزمت الناس وكان ده واحد منهم المهم هو قابل ووبسل ده وقعدوا يتمشوا هما يتنين مع بعض لغاية لما وهو ماشيين مع بعض في الطريق شافوا امان كيمس لولي في حد كده جاي عليهم ببطء طبعا مين كان بيتميز ان هو بطيء وتخين قولك يا اولاد دايما كان لارج وكان حرقته سلو المهم بيقول امان كيمس لولي واكتشفنا بعدين ان هو قولك قولك كان بيأكت ستوينجي كان بيتصرف كده ومعامد بيتكلم بطريقة غريبة وهو قالنا في نفس وقتا قالنا ان فيه كمان لغاية لغاية لما لغاية لما رجعت رجعت البيت اول ما رجعت البيت لقيت زحمة واكتشفت بعدين ان لغاية 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 في حد اقتحم المنزل عمل ايه كمان ميسل جو ستحدي ضرب ميسل جو على دماغها دلوقتي ميسل جو مشلولة ولا قادرة تمشي ولا قادرة تتكلم بسبب الشخص داي طبعا انت بتشوك مين في مين في مين هو هو اورلك المهم ميسل جو خلاص ولا قادرة تتكلم ولا قادرة تمشي طيب بعد كده في يوم من العام لما قدرت ربنا يكرمها وتتحرك رسمت هامر متركة وطبعا احنا عارفين يا اولاد ان اقرب حاجة للحداد الفايل والهامر وبعد ان هي رسمت اقرب حاجة ليه فهي ده معنا ان هي عايزة تقول لهم ان اللي عمل كده هو اورلك وممكن يكون تخمين تاني ان هي بترسم الاداء اللي بضربت به هي حاجة من الاثنين طيب دلوقتي بيقول بدأ يحس ان هو خايف من اورلك لان هو شك بيه في الوقت ده يا اولاد طبعا هو داخل الكاتشن لا ايه في الكاتشن لا طبعا قولك عمل كده وضرب الست دي وساب الكاتشن عشان الناس لما تشوف كده يشوكوا ان اللي عمل كده المسجون مش هو ولكن هو بيقول عن رغم ان انا خايف منه بس يه كودن هرت مي ميقدرش يزيني وعن رغم ان احنا شكين انا وبيدي ومتأكدين ان هو بس احنا ما عندناش اي دليل يقول ان نقول لك هو اللي ضربه فعشان كده ساكتين لغاية دلوقتي خلاص ما بعاش في حد يقوم بعمل المنزل ميسل جو اي نعم كانت شريرة بس هي كانت بتقوم بعمل المنزل وبتقوم بقول لحاجة بكل حاجة مين اللي بيعمل دلوقتي بيدي مين هي بيدي بيدي هي اللي بتعلم بيبتو يقرأ ويكتب المهم بيدي دلوقتي اخذت مكان ميسل جو بدأت تعتني بكل حاجة ايه كمان اصبحت عضو مهمة في العيلة بقى يعضي كده ايه كمان بيب في المرة كده بدأ يفاطفت معها بقول لها دوم قوم تبقى بياه خلاص يا تلي أنا اذهئت مش عايزه اكون بلاكسميس مش عايزه اكون حده يعني من ساعة ما انا شفت ستلا وهي في دماغي يعني إلوف ستلا جميلة وزكية وإيووشي يعني كل ده مش قادرة في الله احمل دماغي ان ساعة مش ابتها وانا عزب عزب عجيت المعنيم والله فالمهم يعني بيب بدي تسأله بتقوله انت عايز تبقى كده عايز تبقى جنتل مان عايز تعمل كده عشان تدقيها وتتجوزها والله اذا كنت بتعمل كده عشان تدقيها فممكن تكون هي مش مركزها معك اصلا وممكن لو انت عايز تعمل كده تدقيها عشان تتجوزها فهي ما تستحققش اي بيبي في الوقت ده بيقول حد عطو وحد جميع وبيقول ايوش اي كود لوف بدي اتمنى ان انا كنت عدر احب بدي ولكن مايهارت واسيت ونستلم كان قلبي مسمم على استلم وانت عارف طبعا القلب هو ما يهو يعني ايه حسب الله ونعمل ركي عملت مرمض فيك يا ابن ما عندكش كرامة ما علينا المهم في يوم من الايام جو وبيب ويرا دا فيلج ايه جو وبيب كانوا موجودين في الحانة في الوقت ده خلاص بيب حس بالاحباط انا بدأت حس بالاحباط اني مش هبقى جنتلمان خلاص يقست من الموضوع ده ولكن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فريف وكنت اعظمها لا تفرجوها ايه قالك الفرج يا بيب قالك الفرج يا بيب تعال نشوف ايه الفرج ده ايه فرج ده ماشي تعال نشوف جو وبيب كانوا موجودين في يوم من الايام في القرية بتاعت الحانة رجالات لما جالهم حد وقالهم احنا محتاجة اتكلم privately to you اتكلم معاكم بشكل خاص طبعا الرجل ده بدأ يسأل جو is your apprentice here هل الصبي بتاعك او المتدرم بتاعك موجود الاسترينجر هو اللي بيسأل كده طيب بعد كده قال له doesn't ask about the benefactor قال له ايه بقى قال له ان انت سيدي هتروح وبيبدا هزا great expectations عنده اعماله عزمه بس بشرط ان هو ما يسألش هو مين البنفاكتور بتاعه المتبرع السر بتاعه وفي نفس الوقت خلاص بيبجتر فرصة ان هو يبقى gentle man بس بشرط في واحدة يعمل كده ويخليه سافر ويتعلم وكل حاجة بس ما سألش مين اللي هيتفعله ومين اللي هيبقى المتبرع السر بتاعه خلاص لبس الكلوز بتاعته الملابس الجديدة بتاعته ولبس الملابس دي عند انكل باملتشوك هاوس وانكل باملتشوك كان مبسوط ان هو عمل كده طبعا هو راح ليه لبس ليه الملابس بتاعته عند انكل باملتشوك ما لبسهاش ليه في بيته ومشي عطوه قالك لا لان القرية بتاع بيبج كان فيها poor people ناس فقر وهو كان بيراعي مش عيره فراح لبس الكلام ده معك وكان انكل باملتشوك مبسوط بالحركة اللي هو عملها فيدي تحصل حركة غريبة جدا وجوه هو راح يمشي ويودعهم جو او بسوري بيبج يروح يقول لفيدي اللي كان بتعلمه القرارة وكتابه يقول لها يا بيبي تعلمي جو ودي حاجة غريبة هي رفضت تعلم جو بعد كده قبل ما يسافر قبل ما يسافر بيبي يقول انا حسيت ان انا خجلان من التعليم الضعيف بتاع جو يعني عايز يكون متعلم اكتر من كده كده يخلص معك تشابتر فور تعال ندخل في البقية تشابتر فايف نشوف تشابتر فايف يبدأ عندك بمين؟ ميس هابشم نروح لزيارة زيارة لميس هابشم طبعا قبل ما يسافر يروح يزور ميس هابشم بيقول انا كنت متأكد ان هي المتبرع السر بتاعي لان انا عرفت بعدين ان ميستر جيجرز المحامي بتاعها وكمان المدرس اللي روح اتعلم عنده في لندن ميستر مافي بوكت من عائلة هابشم اسمه مافي بوكت اي حد ينتيم كلمة بوكت من عائلة ميس هابشم طيب ميستر مافي بوكت رلاتيف كان قريب ميس هابشم اثنين يبدأ يروح لندن يعمل ايه؟ يوصل عند ميستر جيجرز المحامي اوفيس يوصل عند ميستر جيجرز اوفيس المكتب بتاع المحامي اللي هو ميستر جيجرز اول ما راح هناك يلاقي الوفيس اون بليزينت يعني المكان مش سار مش حلو مش لطيف يروح هناك يلاقي الموظف بتاع ميستر جيجرز اللي هو ميستر ومك ثلاثة ميستر جيجرز اول ما كده ميستر جيجرز اقل لبيب ان انت هتروح في برناردس ان وده المكان اللي انت هتعيش فيه هتروح هناك ابني ماسيو بوكت اللي انت هتتعلم عنه وهو اللي هتعيش معاه طيب وراح اداله بعض الفلوس بعد كده المكان اللي هيعيش فيه راح لما راح هناك المفوض ان هو اللي راح هو ادال مكان واول مواصل المكان هي وحاس انه هو محبط جدا عشان خطر المكان كان كئيب مفيش موضوعه لا يدعو ان فيه حاجه غنيه وهبه غني وهبه جنت المان من معقوله هم الناس دي اقول هل هيخلوني جنت المان كده غريبة شوية فحسيت ان انا مواصل المكان كان دستي مليب وطراب وكان جلومي وكان كيب وحتى ومك المساعد بتاع مستر جيجرز سدني وراح سدني عند المكان وعاد تخبط ونوان عنسلت محدش رد علي طيب نيجي بعد كده اللي بعدها رقم خمسة رقم خمسة بيقول ظهر اخيرا اللي هتحلل بال الولد ده كان طول وثن ويونج ما ولد صغير كده وكبير في السن ورفية وقال له ام سوري انا عاسف ان انا تأخرت عليك انا كنت بشتري فروت بشتري فواكه وبعد كده لما شفت الولد افتكرت ان هو الولد ده هو الولد ده هو الولد هو الولد اللي انا قابلته قبل كده في الحريقة او في الجاردن وودعنا يتخنيه مع بعض ان هو ده الولد اللي اللي انت فوزت طيب هيربرت اسم الولد ده هيربرت الولد ده بيقول عنه بيب ان هو نات حانسن مش وسيم ولكنه مريح جدا ست مس هافشم مس هافشم ثوت ادوبتد هيربرت بيقول بيبدأ بقى بيب بيسأل هيربرت ويقول له حكيلي على اللي حصر مس هافشم بتقول او بتتكلم معه ويبدأ عايز يحكي عايز يعرف مين هي مس هافشم ومين هي ستل يكلم هيربرت طيب بيقول ان مس هافشم في يوم من الايام فكرت انه هي ممكن تتبنى هيربرت وعرف في يوم من الايام بيقول هيربرت ان لو مس هافشم كانت ادوبتدد مية كانت تبنتني كنت انا هكون ستيلة سفيانسية انا كنت هكون خاطيب ستلا و بيقول كمان ان هي دطتها ان هي تبنت ستيلا عشان تنت unless we had food. Mr. Erbauer Herbert Herbert said He福t told Babylon Herbert his family weaknesses hammer هقولنا بوكت يعني عيلة ميس هافشن مع طول اين هامور اسمس؟ هامور اسمس المكان اللي بيب بيوح فيه للميستر ماتي بوكت علشان يتعلم طيب وست لندن في غرب لندن باي ذا ريفر في مكان باي ذا ريفر جنب النهر المكان ده في اولد هاوس بيت قديم الناس اللي موجودين هناك هابي وكانت شيرفول كان مريحين دول عيلة من عائلات ميس هافشن طيب نيجي بعد كده لرقم 9 بيقول لي they introduced me too الناس اللي موجودة وعيلة ميس هافشن اللي هما دول اللي هنا اتكلمنا عنهم عرفوني على ناس واحد اسمه ستارتوب وده حد جود نيتشر ده كويس لطيف واحد اسمه بنت بدرومي كان متكبر وكان جرمبي كان حد الطباعة ده كده يخلص عندك شابتر 5 ندخل على شابتر 6 نيجي بعد شابتر 6 يبدأ يحصل ايه يا فلاد؟ يحصل ان ميستر جيجرز المحامي يبدأ يعزم هيربرت وستارتوب وبنتلي الجماعة ده اللي احنا لسه متكلمين عنهم يعزمهم عشان يقل عنده واعدوا على بيك تايبول كده على طرابزة كبيرة وبدأ يخدمهم بنفسه وبدأ يبص على بنتر درومي كده وفي نفس الوقت بنتر درومي وهو قاعد كان بيبوست يتفاخر بنفسه يتباهى بنفسه قاعد وانا اقدر وعمله مش عارفه بتاع جيجرز كان بينا عليه ان هو مستمتع جدا استمتع بالحوار لغاية لما في يوم من ايام او في نفس الوقت واحنا عاديين مرأة جاء كده تقريبا حوالي عندها 40 سنة المرأة دي كانت تول كانت تن رفايا كانت بيل ايز كانت لونج هير عندها شارتويل كانت انكشاس لوب كانت بتدي نظرة فيها قلق اول ما شاهدت جيجرز كانت خايفة ان هي مايعجبش بالطعام اللي هي جاية بي وعرفنا بعدين ان اسمها مولي وعرفنا بعدين ان هي الخادمة بتاعت مستر جيجرز اول ما قاعدوا يتكلموا ع بعض كده ويتباهوا يتفخر وعمينها مستر جيجرز ويتكلموا عن قوتكم راح قال مولي وريهم الرست بتاعك يا مولي مولي وريتهم الرست بتاعها وفي الوقت ده الرست بتاعها كان مليان نذبات لدرجة النذبات دي كانت غريبة لدرجة من كتر ما هي غريبة احنا بدأنا نتناوب الادوار عشان نشوف نتفرج على شكل ايدي دي اللي هي مين مولي اللي هي مين الهاوس كيف طيب نيجي بعدك جات الرسالة لبيب جات الرسالة لبيب من مين من بيدي اللي كان بتعلمه القرآن والكتابة اللي كانت اخذت مكان اخته بعد ما اخته تصابت بتقوله ان مستر جو جايلك لندن واي وش هي وودنت بيقولي بقى هنا بيب يقولي وش هي وودنت اتمنى ان هو ما كانش ييجي ما كانش عايز جو اللي هو صاحبه ييجي لندن تعالا نشوف ليه ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي جو وصل خلاص وصل لندن واول ما راح ناك وودن سيت ما كانش عايز يقود وكان حاسن ان هو مش مرتاح بدأ يكح كل شوية في نفس الوقت بعد ما قدمه قدمه الطعام بيب بدأ يوقع الطعام في كل مكان بدأ ينادي بيب سيرل بدأ المكان بينادي اسمه ويقول له يا سيدي سيرل بعد كده قال له مسحبش مواش استوزي ايو مسحبش معايزة تشوفك وبيتقولك كمان ان استيلا همباك استيلا رجعت يلا تعالا شوفها المهم حاولت ان انا ابصيت لقيت طريقة كلامي معجوب ما كانتش لطيفة وحاولت ان انا ارجع اقول همباك انادي عليه بعد ما مشي ولكن it's too late الامر كانت اخر خلاص decided to go home قررت ان انا اروح الباب وانا امروح وخلاص مسافر تاني للقرية لقيت وكومفتس اتنين مساجين الاتنين مساجين دول كان بيرتدوا lake islands الاصفات بتاعت الرجلين والhandicuffs الاصفات بتاعت الايدين the one who gave me the queen بعد كده ادركت ان في واحد منهم هو هو نفس الشخص اللي اداني القوين اللي اداني العملة المعدنيين رقم ستة بيقول the convicts are talking انا قاعد دلوقتي جنبهم والconvicts بيتكلموا والمساجين اللي انا شفتهم دول بيتكلموا وبيتكلموا هم الاتنين مع بعض واحد في يوم بيقول ماجويتش في واحد معي اسمه ماجويتش كان مسجون في يوم من الايام اسخدمي طلب مني ان انا ساعد اعمل اي يعني قال لي فاين ده ابوي دور على ولد الولد ده وروح ادي له coin ادي له العملة المعدنية دي وطبعا هو الموموريس كان بيج بدأ يبدأ يفتكر وده معناه ان الكون اللي خدها هو من الرجل اللي هناك كان باعت قاله المسجون المسجون ده عارف دلوقت ان هو اسمه ماجويتش الزكريات بدأت ترجع وبدأت تفتكر ان انا كنت ملاكس مسه الايام السودة دي وما قدرتش انا current sleep ده كده chapter 6 ندخل على chapter 7 chapter 7 ياولاد اول ما بدأ خلاص وصل البيت وروح لمس هافشن اول ما راح لمس هافشن لقى ان الجه كيفور البواب بتاع مس هافشن قولك قولك دل ضرب اخته قال اول ما شفت قولك بدأت ان انا اقلق وجريت عمس هافشن روحت رميت مس هافشن كان فيه حد جنباه intelligent lady ابن سيدة جميلة كده بعد كده ادركت ان هي كانت استيلا استيلا كانت اجمل مما كانت على الاطلاق استيلا بدلوقتي مس هافشن بتسأل بيب بتقوله هال استيلا تغيرت طبعا تغيرت لسه راح يقول قالت له خليك فاكر استيلا كانت قاسية معاكم متكبرة وبطمع ما كانت ما هي مدايقة مش عايزها تتغير للاحسن هي عايزها تفضل كده وطبعا ببقى قالت له فاكر فاكر ساعت ما هي كانت قاسية واش عارفت قال لا والله انا مكنش فاكر الكلام ده اتوازل لها long time مفضوع ده كان من فترة بعيدة طبعا وحزت عليه كرامت وكده بعد كده رجعت بالسؤال على استيلا قالت لا يا استيلا هال بيب تغير بعد كده قالت لها طبعا اتغير و told us to walk الناس حيش انطلوت انهم انهم يروحوا يتمشوا you became a fine gentleman استيلا بتقول لي بيب انت بقيت gentle man ودلوقتي انت عندك new friends اصدقاء جدد اكيد الناس اللي انت كنت تعرفهم مش كفاية بالنسبة لك في الوقت ده بدأت احس ان انا حاجول اكتر من علم وقررت ان انا not to see Joe again ما شوفش Joe مرة تاني ثلاثة everyone must love استيلا في يوم من الايام راح لها قال لي مسها ابشم يا مسها ابشم الناس كلها لازم تحب استيلا استيلا دي حد جميل ولازم الناس كلها تحبها قالت له ايه بقى love her حبها حتى لو هي breaks your heart لو كسرت قلبها طبعا هي بتقول الكلام ده انا مش عارف حقيقة ولا لا انا تبيرش ان الكلام ده ليه علاقة بالواقع المهم لغاية لما جاي من الوقت وقا في وقت في دينر كده وفي اكل عديد مع بعض مستر جيجرز موجود ومسها ابشم موجودة واستيلا موجودة مستر جيجرز ومسها ابشم مستيلا كل دول موجودين دلوقتي بيقلوا مع بعض مستر جيجرز لم تبدوصش على استيلا ابدا بس استيلا كانت بتبص عليه كده اوفي يعني من بين الحين والاخر بتبصي له كده وده شيء اموء يعني خلاني حاس ان فيه حاجة غريبة المهم هو رحت اتكلمتي مع مستر جيجرز وقلت له مستر جيجرز يا ام وريد انا الهام انا مش عايز اولك في المكان اولك ده انا بخاف منه وفي الوقت مستر جيجرز بدأ يتحرك انه يطلط اولك من المكان خمسة استيلا دلوقتي بتقرر ما هي تزور لندن ووصلت لندن بالفعل بيقول لي اول ما بيقول لي اول ما جات استيلا هناك انا كنت ديلايتد يعني مقصود جدا لدرجة وفرحان جدا ان هي معي في لندن لدرجة ما ما قدرتش انا انا بايز المهم بدأ يقول بقى وهو بيتكلم مع نفسه I love her I love her I love her بحبها بحبها المهم الشور بدأ يحس انه هو الشور متأكد ان متأكد ان متأكد ان يتجوز استيلا اللي بعده روح تكلمت هيربرت يا صاحبي اللي في السفر وقلت له يا هيربرت يا صديقي I adore انا بحش استيلا بعد كده قال له ايه بقى الخبرة واهة هيربرت قال له استيلا والميكي وان مش هتخليك مبسوط يخلص لشابتر 7 ندخل على شابتر 8 بدأ بيب تغير دلوقتي بيب تغير دلوقتي بيقول I didn't understand استيلا ولا بقيت فاهم نفسي ولا بقيت فاهم استيلا وبدأت احس ان انا guilty مذنب وبدأت spend more money اصري بفلوس كتير جدا لدرجة ان احنا بدأنا نتداين وبعد كده تتوك استيلا في يوم من الايام اخدت استيلا عشان نروح نزور مس هافشم حصل terrible argument جدا الفضيع ما بين مس هافشم وبين استيلا مس هافشم complained to me لدرجة ان مس هافشم شكيت لي شكيت لي انا عن استيلا وبدأت احس ان فعلا استيلا في الوقت ده مس هافشم قالت لستيلا you have a cold heart انت عندك قلب بارد مشاعرك ميته المهم استيلا قلت لها انت اللي عملت لي كده انا الشخص اللي انت صنعتين استيلا بالفعل حد براود متكبر هارد قاسي with a cold heart قلبها بارد رقم 3 يجي الخبر ميسيس جو دايد اختي باب ماتت انا ما كنتش ساد ما كنتش حزين ان هي ماتت بس ايواز انجلي مت دايد الغد دلوقتي مخدتش بطورها ما عملتش حاجة مع الشخص اللي ضرب خلاص بدأت ان انا ارجع البيت for the funeral يعني جنازة بعد كده رقم 4 at home وصلت البيت جو بدأ يتصرف معاه بشكل كويس طبيعي بعد كده بدأ يتكلم مع بيدي هم يتنين يتكلموا مع بعض فراح يقول لي بيدي لو انت عايزة فلوس يا بيدي الاسر راح تقول له كده لا 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 استنى استنى ما انا هقول لك اهو يا بيدي بتقول له خلاص انا بيت تيتشر انا هكون مدرسة في الـ وفرح لها طبعا في الوقت ده بيبي يسأل عن أورلك فين أورلك يا بيدي يبدأ بيدي ترد عليه كان هنا وكان موجود في المكان الفلاني وبدأ يبقى خايف منها وغلى بيدي تخاف كمان بدأوا يقلعوا كلهم من أورلك الى أن دلوقتي انا قربت اوصل للسن الواحد وعشرين والمفتوض ان انا خلاص كبرت بقى وبيت جنتلمان فين الحاجات اللي هم مفتوض هاخدها انا المفتوض لها مكبر واتعلم كان فيه كما من الانتراكات هاخدها كده انا كان ليه تطلعات عزمى فين بقى الحاجات دي روح ترايح لمستر جيجرز بأنه هو اللي عرف السيكريت بنيفاكتور بتاعي يا مستر جيجرز مستر جيجرز ما عملش حاجة بس مستر جيجرز راح اديله 500 باونز اديله 500 جنيه في الوقت ده كانوا هم طبعا غارقين في الديون في 500 جنيه دور فمستر ويمك اقترح على بيب انه هو ياخد سم من الفلوس دي يديها لكلاركر كلاركر ده كان تاجر وعلشان خاطر يساعد هيربت لان هيربت كان غارق في الديون في الوقت ده طيب فاخر حاجة في يوم من الايام في يوم مظلم وعاصف سمعت دوشة غريبة جدا لقيت لما ظهر لي في البيت مانو في ساكستين حد عامده كده ستين سنة و اول ما شافني قال انا مبسوط انك انت كبرت انا عمري منسيت ان انت ساعة تين ساعة تين في يوم من الايام ياس باب ايوا باب انا اللي عملت منك جنتلمان يبقى دلوقتي الشخص اللي واقف قدام باب هو الشخص اللي خلى باب جنتلمان يعني المتبرع السر بتاعه شابتر ايتي خلاص نيجي ندخل على شابتر ناين نيجي اولاد لشابتر ناين شابتر ناين طبعا ما جودش موجود دلوقتي قدام باب وشاف لابس ساعة ده بدأ يشدها منه كده وبدأ يبص للخاتم اللي في ده واللبس اللي هو لابسه جبيل ويقول له what a fine gentleman يا لك من gentleman هل كنت تتخيل يا باب ان انا هكون the secret between the factor بتاعك في الوقت ده باب قاله لا ما كنتش تتخيل ابدا وبدأ دلوقتي بيقول my heart sank وبدأت احس بالحزن حتى المتبرع بتاعي طلع مسجون لا يعني خلاص نسافش مش هي المتبرعة بتاعتي يعني مش عايز انا تجوز استيلا ولا حاجة زي ما انا كنت متخيل الموضوع بالنسبة لي كارسا طيب in the next morning بدأت اسأل باب هل كان في حد معك لانه هو كان طالع تكعب بابل في حد كده وسألوا انت مين ورح جري فقاله هل كان في حد معك we will قاله لا ما كانتش في حد معي بعد كده ماجويتش بيقوله we will turn you into the best gentleman هتخليك افضل gentleman بعد كده مالو كده محفظه من النقوط هتخليك افضل gentleman في الحياة في العالم في لندن ورقم ثلاثة أولاد ماجويتش بدأ يقولهم call me provis سموني provis علشان يتنكر يعني محدش يعرفه في لندن وطبعا هو بيقول I was grateful but بيقول انا كنت ممتن لي ودلوقتي حسيت ان واجبي to help him اساعد انه هو يهرب بره لندن بروبس طبعا ماجويتش هو مسام نفسه بروبس يعني يالا عشان يتمسكش بروبس دلوقتي بيتكلم عن حياته تعال نشوف حكاية بروبس أول حاجه لا تعرف بروبس ما يعرفش هو ولدين ولا مين والدين ما يعرفش مين والده ومين والدته ما يعرفش حاجه عن نفسه بس بس هو زمان كان بيستول كان بيسرق علشان يعيش وبالتالي كان بيجو كان بيروح السجن لغلت لما فيهم من يام حياته تحسنت وهي مارد اتجوز اتجوز مع احد وهي مت بعدها هي مت امام قابل واحد اسمه كومبايسن كومبايسن ده كان معاه صديقه اسمه آرثر طبعا ماجويتش بيحكي وهيربرت موجود وبيب موجود طبعا في يومنا ماجويتش تعرف على احد اسمه كومبايسن وكومبايسن ده معاه صديق اسمه آرثر هم الاثنين زيت هم الاثنين قدروا يخدعوا سيدة يعني جميلة او شابة في السن وريتش غني بروبس ستارتت توستيل بروبس كمان بدأ يسرق عشان خاطر كومبايسن بروبس واس جوفن بعد كده بروبس اتسرق جمي وخد سنتنس خد حكم اطول عشان خاطر بروبس ده كان شكله جنتل كده واقنعهم وبروبس اخد الحكم العطل في الوقت ده هو بيحكي هيربرت وده الو نوت كده مكتوب فيها ايه مكتوب فيها بتقول ان خطيبها كان اسمه آرثر وعندها خطيبها كان اسمه كومبايسن وعندها اخر غير شخيك اسمه آرثر يعني كومبايسن وآرثر اللي يعرفوا ماجويتش ليهم علاقة بالمرمطة اللي حصلت لمس هافشن وعشان كده هي عازت انتين من الرجال طيب كده يخلص شابتر نوين نيجي بقى لشابتر تن نيجي بقى لشابتر تن استيلا كانت موجودة في لندن طبعا ليفت ريتشمند ريتشمند المكان اللي هي قاعدة فيه وراحت ترجع تاني عشان تعيش مع ميس هافشن انا قررت ان انا روح ازورهم استيلا رحت لقيتها قاعدة جنب ميس هافشن وزنتي كانت بتخيط قاعدت اتكلم معهم وبيبي يتكلم دلوقتي وبيقول لميس هافشن خلاص عرفت منه هو المتبرع بتاعي ميس هافشن ولسه رايح يتكلم ميس هافشن قالت له ميس هافشن ده هو المحامي وان هو يكون شغال معايا وشغال مع المتبرع بتاعك مجرد صدفة قالها يوميس لدني انت ضللتيني قاعدت له انت اللي صدقت انا عملت غطأ وانت خلتني اكمل لا لا استنى ميس هافشن بيقولها بس انت المفوض تكوني حد كايند معا فهي بتقول له ليه انا المفوضة يكون حد عطوف قالها ليه انت عملتي بالفعل الحاجات اللي بتدل على انك عطوفة زي مثلا مش انت اللي دفعت فترة التدريب الميحن بتاعي في نفس الوقت انا عشت مع الاقارب بتوعتك لما روحت سافرت لندن زي ثود ده حتى هما كمان تفكروا ان انت المتبرع السر بتاعي وعشان كده كانوا بيساعدوني حتى هيربرت كان بيعمل كده بدأت تحس بالزنب لان هي قبل كده طردت مستر مافي بوكت اللي هو والد هيربرت لما حبي ينصحها وعلها سيب خطيبك بريحك عليك ده و طردته فكرت ان هو عايز فلوسها فبدأت تفكر بحزن شوية فقالت له طب ازاي ممكن اساعد هيربرت لا استخدامي فلوسك روح اساعد هيربرت هيربرت غرق في الديون وشغلان وشغلان المهم اتكلم مع مسهر شو مخلص كلام وخلاص يروح يتكلم استيلا يقول لي استيلا انت كده كده عارفة انا بحبك صح؟ قالت له مش بشاركك نفس المشاعر وقال لها بنت درامل وانا جاي قالت له وانا هتجوز بنت درامل هنتجوز طيب مشيت في الحال دم الحرق وانا ماشي ولد داني نوت كده مكتوبة في النوت دي دونت ريترن ما ترجعش دلوقتي اللي بعتها النوت دي مستر وامج ليه بقى بعد كده عرف ان بروفيس وهيربرت وانا بروفيس وهيربرت وانا بيب كان مبنة رائب عشان كده مرجعتش لغاية لما عرفنا انه كومبايسن موجود في لندن طبعا كومبايسن بتدور على ماجويتش دلوقتي كومبايسن اللي هو الشرير اللي خلى ماجويتش يسرع واللي خلى آرثر اللي هو اخه مستهبش من الشقيق يسرعوه طيب ستة راحوا بدأوا يعيشوا مع عائلة اسمها وامبلز هاوس العائلة دي كانت قريبة من النهر عشان يبدأوا يدربوا ازاي يهربوا المهم انا بقيت اخد البوت بالليل بيحكي علشان خاطر اتمرن عشان اقدر اساعد ماجويتش لما نجي نهرب او بروبس طيب عايز اطلع من دماغ اللي بيحصل له روحتي ثياتر المسرح وانا بعد ما خلصت لقيت ووبسل ووبسل دلوقتي بقى اكتور ومستر طبعا نوسي احنا قلنا واحد من المعازيم اللي كان عندي نسها بشب بعد ما خلصنا وحضرت الحفلة او المسرح العرض اللي كان موجود في المسرح ووبسل جيتكلم معي وانا همنيت ان هو بقى اكتور ورح ووبسل قال له امان بلاك فيه رجل كان لابس اسود بيواتشي وكان بيتفرج عليه بعد كده تمانية بيب ومستر جيجرز وومك بيب ومستر جيجرز وومك هم دلوقتي موجودين في البيت وجات مولي اول ما جات مولي لهاوس كيبر الخديمة بتاعت مستر جيجرز بيقول لما شفت مولي تذكرت اني ليها علاقة مستلة فيهم شبه من بعض هير هانز ايديها ايز عينيها هير شعرها شبه ستلة ليهم علاقة ببعض هل معقول ان ستلة تكون بنت مولي مستر وومك موليز ستوري مستر وومك بيحكي بقى الكصة بتاعت مولي نحن نشوف في يوم من الايام مولي دي كانت كانت مجرمة مشردة وكانت مريض كانت مجوزة من واحد دايما بيروح السجن لغاية لما في يوم من الايام اكيوزد اتهمت ان هي كانت قتلت بنتها وبنت كمانا لغاية لما اكوينتت بدأت ان هي المحكمة تبرقها من اللي بيحصل بها وثانكستو مستر جيغز بفضل مستر جيغز بقت الهاوسكيبر بقت الخديمة بتاعته بعد كده بدي اخر حاجة عشرة كل ستلة دي موليز دوتر هل ستلة ممكن تكون بنت مولي روح ترايح على طول عندي مسهامشم لان هي اقرب حد الستلة و اول ما رحمك عشان يسالها كده بس ما نحيقش يسالها فمسهامشم متساله هل انت مش مبسوط لا طبعا ياس انا مش مبسوط ستلة تجاوز ببنت درمل والدنيا بقت كلها ضد فقالت له انا استخدمت ستلة تبريك يو هارت عشان تكسر قلبك فورجيف مي سامحني طيب بعد ما حصل اللي حصل في تشابتر 10 نيجل تشابتر 11 في تشابتر 11 اي لفت ووكت مشيت بدأت اتمشي شوية في ستة مسهامش مخلاص مخنوع بعدها اتمشي شوية في الجوردن الوحدي بس اي هادة terrible feeling حسيت بفيه حاجة فضيحة فجريت راحت انا على المسهامشم لقيت مسهامشم فيه سبارك فيه شرارة واعت على الفستان بتاعها وهي دلوقتي بتتحرق I took off my coat قلعت جاكت بتاعي وروحت اي شايل المفرش بتاع الترابيزة وبدأت بقى ايه اطف النيران بتاعي تمسهامشم لدرجة ان انا ايدي اتحرقت اي هادة burn my hands بس ما اخدتش بلغي البعدين بدأت انتظر لغاية مسهامشم بتفزق ييجو موجودين في المكان مشيت في المكان وانا ماشي مازالت مسهامشم وهي بتتعب وبتموت بتقول بصوت forgive me forgive me سمحني سمحني طبعا بتقول كده طيب بعد كده هيربرت روح هناك وهيربرت بدأ يغير له على الجرح ويباندج الجرح بتاعه وهيربرت دلوقتي بيقول له هذا conversation حصلت بقني محادثة مع بروبس المسجون طيب بيبدأ يعرف بروبس باست الباست بتاع بروبس الماكويتش بيقول ان بروبس في يوم من الام wasn't loving with Mully كان بيحب واحدة اسمعه مولي مرد ان هادة دوتر اتجوزوا هما الاثنين وكان معاهم دوتر فتاة مولي في الوقت ده اختفت مولي في الوقت ده was accused اتهمت ان هي قتلت بنتها وبنتي كمان طيب وسيدها كمان بعد كده رحت رايح لمستر جيجرز المحاميات حالا مستر جيجرز انت اللي جايب البنت استيلا استيلا طلعت بنت مولي وابنة جيجرز ابنة ماجويتش انت اللي جايبها موديها اشوف بقى يروح لمستر جيجرز اي نو انا خلاص لمستر جيجرز عرفت كل حاجة عرفت ان مولي وبروفيس هم والدي استيل مستر جيجرز كمله الستوري وقال له ادفايس يو نوت تو ريبيت ما تكررش الستوري ما تقولهاش لحد تاني وبالفعل بيب ما حكهاش لحد تاني بعدها خمسة تو لترز وصل خطابين لبب تو لترز وصل خطابين لبب تو لترز وصل خطابين لبب واحد من ومك واحد تاني ما قالش هو مين طيب بص الاتنين دول واحد منهم من ومك بيقوله ان يلا نبدأ نتحرك بقى عشان خاطر نساعد المسجون يعرف و سي بتقول ان لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن كروبس تعال اقابلني ان دا مارشيز طيب اللي بعده ستة اول ما وصلت عند المارشيز حد ضربني وفوقتي لقيت نفسي مربوط كده وبصيت لقيت اوليك قدامي بيقول اخيرا اخيرا مسكتك تعالى تعالى انت دايما كنت بتفسد علي الاشياء بوضت لحياتي اوليك خلاص اوليك رايح يروح يقت الباب الى ان هيربرت جانب اوليك وضرب المهم من الانقذة دلوقتي هيربرت عارف منين ان الرسالة التانية وقعت من بيب فبالتالي شافها هيربرت وومك وقم انقذوا بيب طيب بعد كده في رقم سبب دا الوقت اللي نبدأ نهرب بقى عشان ناخد ماجويتش ونمشي بدأوا اند بوت بدأوا يركبوا البوت بدأوا يودعوا هيربرت وستارتوب البوت القارب بدأ يتوقف بدأوا يتحركوا خلاص دلوقتي في البوت هم في القارب دلوقتي هم في المياه اللي هو بيب وعمنا التانى ده الماجويتش المسجون بدأوا يتحركوا لغاية لما شافوا بوت قارب جاء قرب منهم القارب ده كان فيه مين؟ كان فيه البوليس البوليس كان بيقول ابو الماجويتش طبعا ماجويتش ده اسم ابو الماجويتش اللي مسمى نفسه بروفيس تعالى في الوقت ده بصينا لقينا كومبايسن كومبايسن الوجه الشرير اللي خلى الراجل ده يتسجن ونيجي الاخر تشابتر اخر تشابتر اولاد بيقول بروفيس اول ما شاف المسجون جمت قفز عليه اللي هو كومبايسن اول ما شافه قفز عليه وجرابتو كومبايسن وشد كومبايسن واقعوا هما الاثنين في المياه الراجل ويف فيه موجه كبيرة جدا جدا جات وقلبت البوت القارب البوليس لانه بيب واقع في المياه فالبوليس شد بيب وبروفيس و كومبايسن دلوقتي مسج مش موجودين في المياه بعد كده وفي البحر بروفيس هاد بين هات بروفيس دلوقتي اتضرب على دماغه كومبايسن ووتر بوشت هما واي بروفيس اتضرب على دماغه وجابوه على البوت خلاص على القارب و كومبايسن المياه دفعته بعيدا بدأت تحس بالشفقة على بروفيس انا بيب روحت ازول بروفيس وبدأ يقوله بنتك لسه عايشة جميلة جدا و انا بحبها اربعة اتضرب على موادات بدأت تحس ان انا العلان قوي بسبب الديون بتاعتي الديون كتير بدأت تحس ان انا مريض جدا بدأت تسمع اصوات لغات لما نمت ترت اسمع اصوات واشوف حاجات غريبة نمت فتحت عنايه كده لقينا ايه تعال تشوف بص جانا ضيفها لك الصديق وقت الضيق جو فتح عنايه لقى جو في الفترة دي كلها اللي كان نايم فيها بيب وتعبان جو كان بيعتني بيه الفترة دي كلها كان عطوف جدا في الوقت ده المسه هافش مضايد ماتت وسبت كل الماني بتاعها الاستيل اوليك دلوقتي اوليك دلوقتي جو مازال استمر كل الفترة دي تلوك افتر مية اعتني بيه وجو لغاية لما فيه مدام لقيت جو سايب لي نوت بتقول ان جو ها بايد اول مويدات ان جو دفع لي كل ديوني او صدد لي كل ديوني قررت ان انا ارجع بيتي القديم بلاك سمس مع جو وبيدي بيدي البنت اللطيفة الجميلة جو راح طبعا هناك كان هو بيفكر في بيدي كان عايز اتجوز بيدي يعني روح حاطتها اختيار واكتشف ان جو اتجوزت بيدي وكمان معاهم ولد وبنت والولد سموه على اسم بيب بيب بدأت استرجع الزكريات اتمشى في الحديقة شوي بدأت ابص للنجوم وهي التلمع بدأت اثوت اوف استيلا فكرت في استيلا اتفكر في استيلا درامل ضايد درامل اصلا مات وبعد كده شفتها مرة تانية موجودة استيلا موجودة دلوقتي وبيب هما الاتنين مع بعض استيلا كبرت دلوقتي and no longer beautiful مبايتش خلاص جميلة السنة بوز وشها خلاص you've always had a place in my heart تبدأ استيلا تقول له يا بيب انت دايما كليك مكان قوه قلبي بليز بيب لو سمحت بيب من فضلك تلمي قولي ان احنا دايما friends ان احنا اصدقاء بيب بيقول قلت الله حالا we are friends وتوتا توتا خلصت الحدوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته